على مستوى منتخب مصر كاف بيعد المباراتي او موعد مباراتي مصر مع غينيا واثيوبيا بناء على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم يوم خمسة وتسعة يونيو المقبل بدل من يوم اثنين وستة من نفس الشهر كما كان مقررا بس هو مقلوش السبب ايه عشان بطولة عشان نهاية اوروبا ولا ايه اه ماشي دي بالنسبة لي مباراتي غينيا واثيوبيا كل التوفير لكابتن اهاب جلال طبعا من المدربين المحتربيين ولابد ان احنا نساندوا يا جماعة الفترة اللي جاي الراجل يعني خلاص صعويا منعودش بقى نرغي ونقول مش عارف ايه وبتاع خلاص بقى المنظوم انتهى منحب احنا اللكت والعجن وملوش لازمة الكلام ده راجل مدرب وحقق انجازات كويسة مع اندية كثيرة ولو طابع لو اسلوب لعب لو طرق هجومية يعني احنا محدش عاجبنا لا كبر عاجبنا ولا كيروش عاجبنا ولا حسان بدر عاجبنا طب نجيب مين يعني ما ينفعش كل واحد نيجي نقعد نقطن فيه قبل ما ييجي ما ينفعش يا جماعة يعني لازم مدرب منتخب منتخب بلدك يعني اي مدرب بيمسك منتخب بلدك تعظيم سلام لغاية لما نشوف الدنيا فيها ايه الله ما احنا عبنا على كوبر ابدا بيدافع وصل لقاس عالم ونهاء افريقيا كيروش لاي عام برضه وده ما بيننصرش ايه وصل نهاء افريقيا ها وكان قابا قوسينا وقدنا من الوصول لقاس العالم منول الافلام اللي حاصرت في استنغال هناك حسام البدري ما اخسرش مباراة وكان الاول في مجموعته ومش برضه مش عجبنا الجماهير وحسام البدري له قصة كده يعني مختلفة عن التلات مدرب لكن مشي في الآخر ما استحملش الضغط وانتحاد الكرة ما استحملش ضغط الجماهير والنقاد الرياضين وكل الناس وبتاعه ومشوا الراجل فيعني هاب جلال ما نستنى عليه ما نشوف الراجل يا عام ما يمكن ربنا يكرمه وصلنا كاس عالم واخد افريقيا أو يعني ليه مستعجيين دايما كده ساعات الناس بتحبش النجاح يعني انا مش شغال الحمد لله في تدريب الوقتي وحتى لو شغال انا هاقف مع مدرب من دخة مصر اين يكون جلسيته اين يكون وليفربول المان سيتي وليفربول في دور الابطال عمل تغييرات الريال مدريد ما اتفالكش على مدريد وليفربول ومان سيتي تلات فرق طلع اتنين لعيبة كانوا عاملين فارق راد محرز ودي بروين اللي جاب له هاتريك الماتش اللي فات يعني فاق لسه سوبر هاتريك ولا هاتريك اربع ديجوان انا اتفاك اعت هاتريك ديجوان بس والله فانت بتتكلمه يعني رجوار ديولة هو اللي مكسر الدني خسر خرج من دور الابطال واحتمال اه اولا اياخد دور انجليزي اه بيكسب وكوله بس يفربول في ظهره عمل تغييرات خلط دي مشكلة يعني احنا مقنزان يعني المدارد ده مش بيجي له مثلا وحي استغفال عظيم ويغير لا ده حاجة خيال علم دراسة رؤية نظر ممكن اغلط وممكن مغلطش فمدارد منتخب ده نقف معايا مش اكتر يعني منتخب الشيطرية يفوز على الامارات وديا للمرة الثانية اه الوقت الاصل وده في المباراة انتهى بالتعادل 3-3 وبعد كده لعبه وقت ضربات جزاء انتهى لصالح مصر 4-2 المباراة حضرت او شهرت حضور كل من جمال علام رئيس اتحاد الكورة ومحمد ابو لفا وعمل حسين واللوحين المشهور اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكورة المصرية هنروح للسعودية مع لعبنا مصطفى فاتحي بيصنع هدف الفوز في فوز التعاون على الباطل ودي كانت مباراة صعبة جدا التعاون في المركز الثلاثة والباطل في الخمستاشر ومباراة كانت صعبة فاز التعاون وصنع الهدف مصطفى فاتحي نجمينة مصطفى فاتحي كل التوفيق والتمنى التطبيق لمصطفى بالتوفيق ان شاء الله في ريحته في الاحتراف هو اختار وبيعاني دلوقتي من الهبوط لكنه ان شاء الله بإذن الله ربنا يوفقه وبرضو منجدة الكابتن خاد غندور مبارح ودائما المشهور المتالى منصور اخوة في نادي التعاون كل التغذير واحترام ليهم ولكن نادي الزمالك اهو الراجل جاب لكم الفوز اهو النهاردة هدف يعني على الاقل في مبلغ مالي لنادي الزمالك يعني الراجل اللي بيساهم هو وان شاء الله التعاون يقعد في الدوري السعودي بإذن الله ويكلل مجهودات مصطفى فاتحي وايضا مساعدة نادي الزمالك لنادي التعاون دائما وابدا